اهلا بحضراتكم مرة ثانية خلينا نرحب بضيفي الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية مساء الخير قالت الأمم المتحدة أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصحية إلا أن مصر أول فريق دولي يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتدررين من الزلزال وده يمكن حضراتكم تابعتم من شوية كان معنا أحد النواب من سوريا واللي أكد بالفعل الطائرات المصرية والإغاثة المصرية هي أول فريق دولي يصل إلى هذا المكان المتدرر وده الحقيقة دور مصر دايما مصر سباقة ودايما بتقدم الدور ده طيب أنا عايزة أروح معاك إلى المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز واللي تم افتتاحه النهاردة في هذه المدينة الغذائية والحقيقة عدد من الافتتاحات وعدد من الأشياء الخاصة بسلاسل من التوريد والغذاء الموجودة بشكل كده يعني سريع كده اطلعنا عن ما رأيته يعني الرئيس دايما بيبقى حريص لما يكون فيه تصنيع ويكون فيه منتجات ويكون فيه شيء يقدر يقدمه وموارد تقدر الدولة تقوم بيها بيبقى حريص أنه يبقى موجود ويستمع بدقة شديدة جدا لكل ما تم إنتاجه سايلو فود المرحلة الثانية لا يخرج عن هذا السياق سايلو فود من أكبر من مجمعات الصناعية المصرية اللي الدولة المصرية خصصتها ووجهتها من أجل الاهتمام بصحة الطفل وده مكون تاني ومهم جدا فيه التجربة التنموية المصرية أنك أنت بتقدمي تجربة شاملة في كافة القطاعات أولوياتها وفقا للستراتيجية المصرية للتنمية أولوياتها واضحة تماما لليه يقدر يفهم اللي مش عايز يفهم هو ماشي في طريق مش شايف إيه اللي بيحصل المصرية في هذه المرحلة أنك أنت تتوجهي إلى هذا القطاع المهم من الشعب المصري أطفال مصر مستقبل مصر بالضمانات اللازمة التي يمكن أن توفر لهم غذاء صحيا آمنا وفقا للمواصفات الدولية ووفقا للاشتراتات الدولية في الطريق في مجموعة من الصعاب أكيد أنك أنت بتشوفي أن في بعض المدارس لا تصلح الحصص في بعض المدارس بتصلح الحصص على مدى أيام متفاوتة إنما في النهاية هناك دولة تخطط من أجل توفير هذه المنظومة الغذائية بصورة كاملة للطفل المصري على الأرض الواقع النهاردة إحنا كنا بنشوف افتتاح مصنع للألبان بنشوف تطوير مصنع البسكوت بنشوف تطوير التغليف والتهيئة لهذه المنظومة الغذائية الحقيقة تطورات مهمة جدا على الأرض الدولة المصرية بتنهجها من أجل توفير الصحة الجزائية للطفل المصري وده أمر مهم جدا في الاستراتيجية التنموية المصرية طبعا أنت كمان بتحرس أن أنت بتنشئ جيل أنت عايزه صحي فبالتالي كل ما صحته تبقى أحسن فأنت بتقلل الأمراض يعني من الناحية الثانية القطاع الصحي موجود بس يبقى في أمن وأمان بالنسبة للجيل ده طيب يعني يمكن إحنا كمان بنشوف على الشاشة حاجات من الجودة يعني يمكن إحنا كمان بالتعامل هنا مع سايلو فودز والناس شايفت على الطبيعة أنه فيه دقة في الإنتاج فيه دقة يعني تحس أنه فيه شيء بالورق أو الألم طول الوقت داخل المصانع الحقيقة أن الدولة المصرية وهي رايحة في المساحات دي ما بتهتمش بالتصنيع بس يعني إحنا وراء عملية التصنيع دي عملية زراعة كمان وعملية تأمين المحاصيل الاستراتيجية من خلال تأسيس مخازن استراتيجية كبيرة لتحقيق أن مصر تكون هاب أو منطقة توزيع كبيرة جدا للحبوب في الإقليم مصر هي بتتجه لده هي بتتجه للمستقبل ودايما أبدا نحاول نقول في رسائلنا الإعلامية فكروا في الدولة المصرية أنها لا تجابه مشكلات النهاردة بس إنما لو ما كناش خدنا خطوات سابقة من 2015-2016 ما كناش وصلنا للتأثيرات ما كناش قدرنا نبقى وقفين على رجلنا النهاردة ولولا التطوير المستمر وفقا للستراتيجية التنموية 20-30 في كافة القطاعات والمحاور وفقا للأولوية اللي بتراها القيادة السياسية للدولة المصرية ما كنتش هتقدر يتحقق على الأرض هذا التناغم بين الإنتاجات أو الإنتاج للقطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة مؤكد أن الدولة المصرية هي بتسير في هذا المجال حتى نصب أعينها التحقيق هذه معدلة صعبة أن تستمر في التصنيع أن تستمر في الزراعة أن تستمر في تحقيق الوفرة بعيدا عن فكرة الاستيراد المستمر أنك تعملي نوع من أنواع إحلال هذه الحبوب إحلال هذه المنتجات الأجنبية ولكن في ظل صناعة وطنية نحن نرى المستوى التكنولوجي الهائي اللي بتدت حققه من خلاله وبين على الشاشة يعني حتى المنتج هنا لو الناس بيشوفوه هو منتج مايفرقش خالص عن يعني الاستيراد اللي احنا كنا بناخده فأنت بتقلل الفاتورة الاستيرادية طيب أنا عندي يعني هنا حاجتين يعني حاجتك تعقيب سريع منهم جدا الجامعة العربية مثلا بتقول نحن بحاجة لإنشاء منطقة التجارة الحرة لموجهة تحديات الأمن الغذائي وأيضا منظمات أممية ودولية تطالب باتخاذ إجراءات عجلة للتصدي لأزمة الأمن الغذائي فإذا احنا أمام أزمة أمن غذائي موجودة في العالم وزي ما انت قلت مصر عملت إجراءات استباقية كثيرة جدا على الأرض في مجالات مختلفة تصنيع وزراعة ففي الاتنين دول انت تعقب عليهم بإيه يعني حيبقى فيه في السنوات اللي جاية الدولة القوية لمأمنة نفسها مأمنة أكلها مأمنة قد ما تقدر شعوبها بشوية أكل تقدر تمشي حالها وتبقى دولة قوية كمان التحالفات الشعوب الجنوب مع بعضها وتحالفات من خلال المنظمات سواء منظمة العمل الإسلامي أو منظمة الأفريقية أو جامعة الدول العربية المهتمة بمصالح الشعوب هذه المنظمات والهيئات المختلفة بتحط في أولوياتها الإدراك العالمي بهذه الأزمة هذه الأزمة لم تعصف ب يعني قدرات الشعوب اللي على سلم التنمية أو اللي بتتاهج استراتيجات تنموية لتحقيق معدلات أمان للمستقبل الاقتصادي لشعوبها ولكن نحن نشوف في التهديدات طالت فرنسا طالت بريطانيا طالت المتحدة الأمريكية طالت ألمانيا ومن ثم إدراك العالم كله بأزمة الأمن الغذائي مختلف ومن هنا بيجي التحرك على مستوى التنصيق بين المكون بتاع هذه المنظمات اللي هي الدول من أجل تحقيق نوع من أنواع التناغم والتنصيق المستمر في تبني السياسات والضغوط على الدول الكبيرة من أجل الوفاء بتعهدتها في المنظومة التي يمكن أن تخلق أليات وفرص جديدة يمكن من خلالها لهذه الدول أن تجاب هذه التحديات في المستقبل بالتأكيد أن الإدراك الواضح من جامعة الدول العربية وباقي المنظمات لهذه الأزمة في محله بالطبع أن هناك أزمة كبيرة بيعاني منها العالم في هذا المجال وأنه لا سبيل من الخروج منها إلا من خلال التزام الدول الكبيرة ووفقها بالتزاماتها تجاه الدول والشعوب الأقل حظا على سلم التنمية ثانيا أن تتجه هذه الشعوب الدول أن تمتلك إرادتها ما هو مش ممكن هذه الشعوب تظل تعتمد كثيرا على الاستيراد هذه الشعوب أنا لها أن تتجه نحو الزراعة أن تتجه نحو التصنيع أن يتجه مجتمعات رجال الأعمال في داخل هذه الدول بالفعل إلى التعاون مع الأنظمة السياسية من أجل مساعداتها على خروج من هذا النفق الضيط والاتجاه نحو التصنيع الاستراتيجي في هذه المجالات الحيوية أكيد أنا عايزة أدخل معنا في الحوار دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية خلينا برضو مزيد من التفاصيل مع دكتور أشرف مساء الخير دكتور أشرف مساء الخير على حضرتك يا أستاذ شافك وعلى دورتك أهلا بحضرتك يعني يمكن برضو في ظل هذه الجولة اللي قام بها سيد الرئيس صباحا وأيضا في ظل تأمين سلة الغذاء المصري بهذا الشكل والمحاور الكثيرة التي تنتهجها الدولة كيف ترى؟ هذا في غاية الأهمية في الواقع هذا أمر حيوي وأشيري إلى أن تلك الأزمات المتلاحقة بدءا من أزمة كوريد مينتين مرورا بأزمة سناسل الإمداد وانتهاءا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية سوف تضيف أبعاد جديدة إلى الفكر الاقتصادي نفسه سوف تحتل الزراعة والصناعة والزراعة تحديدا مركزا متقدما في أولويات اهتمامات الدول خاصة دول الجنوب كان درس الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء العالمي عام 2008 هو الاقتصاد العيني الزراعة والصناعة ذلك ما يجب أن تعد عليه هذه الدول بالنواجد الزراعة والصناعة ومن هنا يأتي هذا الابتتاح لهذا المجمع الصناعي الكبير أكبر مجمع صناعي في مجال الصناعات الغذائية في الشرق الأنسى خطوة في هذا الاتجاه وخطوة ستواجئة لمواجهة تلك الأزمات ويعني في الواقع أن أزمة الغذاء العالمي العواصل بالنسبة لخدوثها موجودة وتعمل في كابة اتجاهات سواء العوامل على جانب العرض أو من حيث التغيرات المناخية الدراماتيكية التي يتعرض فيها العالم أو العوامل على جانب الطلب من حيث ارتباع نسبة التدخم وبالتالي عدم القدرة على الوصول للغذاء وضعف القدرة الشرائية للمشتريين في هذا الصيام هذه الجولة التي قام بها الرئيس دقعة كبيرة خاصة مع بتطوك مصانع جديدة في مجال الأحضر الألبان ومصانع المخبوزات وقرأة البسكويت تؤدي إلى زيادة الإتاحة بشكل كبير وتعمل على الضغط على الأسعار بحيث على تخفز اتجاه سعودي أكثر من اللازم أيوة لأنها تعمل كمان زيادة عرض كبير سؤالي الأخير لحضرتك دكتور أشرف كيف ترى تغير شكل الخريطة الزراعية في مصر منذ سنوات والخريطة الزراعية في مصر تغيرت كثيرا يعني من تشكى والقمح لأماكن كثيرة للمليون فدان لغيرها كيف ترى هذا التغير؟ تغيرات دراماتيكية والخريطة لا تغيرها العين اتجاه محورين وهذا نحضر التغيرات الأبوقي بخلال المفرحات التغيرات الكبرى مشروع المليون ونصف فدان بثماني محفظات خفشتين في المئة منها في المحفظات السعيد كانت مهملة من قبل وفي موقعا مشروع الدلتة الجديدة اثنين واثنين من عشرة مليون فدان يقع في إطاره مشروع مستقبل نصف واحد واحد من عشرة مليون فدان سيناء الحبيبة شمال ووسط سيناء استصلاع واستزلاع 540 ألف فدان مشروع تشكل خير 500 ألف فدان تزاد إلى مليون فدان في المستقبل وشرق العوائنات 220 ألف فدان جنبا إلى جنب مع التوسع الرأسي خلال استنباط أصلاق قليلة المكس في التربة قليلة الاستهلاف لموارد المائية وعالية الإنتاجية وستتحمل الإجهاد البيئي وستتحمل التغيرات المناخية بنفس الوقت أكيد الحقيقة نتمنى أن كل ده بإذن الله يعني نجني ثماره في سنوات مصر المستقبلية دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية أشكر حضرتك جزيلا على هذه المداخلة أعود لضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحة يعني هرجع تاني عندي بعض الأرقام عايز أتكلم فيها وعايز أتكلم أيضا في شقة هام جدا وهي الرسائل الرسائل التمأنة من السيد الرئيس اليوم إلى جميع المصريين لكن خليني أرجع لمسألة الغذاء وبردو أقول أنه حذر برنامج الغذاء العالمي في تقرير سابق قال أنه العالم حيواجه أزمة جوع على نطاق غير مسبوك بيقول 14 مليون شخص في العالم العربي معرضون لإنعدام الأمن الغذائي من بين 48 دولة من المرجح أن تطلب 10 إلى 20 تقريبا مساعدات طارئة كيف ترى هذه الأرقام وهذا التقرير؟ التقرير عاكس الأزمة الكبيرة التي تمر بها دول المنطقة يمكن من قبل كوفيد 19 والأزمة موجودة إنما الأزمة تتفاقم بفعل التأثيرات اللي حصلت وده أمر دلالاته واضحة وانعكساته واضحة في هذه المؤتمرات السريعة يعني خلي بالحضر لك وزارة الزراعة المصرية ووزارة الصحة المصرية ووزارة التعليم المصرية عقدوا أكتر من جلسة حوار وأكتر من ندوة وأكتر من مؤتمر للبحث في قليات التعاون بين الشعوب وبين الدول لمواجهة تدعيات أزمة الغذاء العالمي أزمة الغذاء العالمي لم تعد أزمة يمكن أن نتحدث عنها على مستوى دول نامية فقط ولكن الدول الكبرى أيضا تعاني منها أعرف حضرتك أنت جاء على العالم الآن توقيت العالم بيعاني من تدعيات مجموعة من الأزمات المختلفة يعني لو بنتكلم على المناخ وكنا عندنا كوب 27 أنت بتتكلمي على تدعيات كوب 27 كمان وتدعيات أزمة المناخ على البيئة بتتكلمي على تدعيات أزمة المناخ على الزراعة بتتكلمي على تدعيات أزمة المناخ على الصحة العالم يعاني ويدفع فطورة الآن التقدم الصناعي الكبير الهائل الذي حدث في دول بعينها على حساب حقوق باقي البشر في مناطق أخرى النهاردة الأمر في ظل تصاعد أزمات عالمية بتمس نتيجة تشابك الاقتصادات العالمية مصالح العديد من الدول أنت بتلاقي الدول العالم كلها وقعت تحت هذه الضغوط ومن ثم التخارير الدولية باتت تؤطر وتمنهج وتضع الأرقام الحقيقية اللي بتؤكد من خلالها أن دول العالم جميعا تعاني من ذلك لما بنيجي نختص دول بعينها سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في القارة الأفريقية أو في المنطقة العربية ده واضح تماما لأن هذه الدول كانت في مرحلة التحول بالفعل والدول بتحاول أن تزيد وتفعل من معدلات التنمية في دولها استضمت بتدعيات لجائحة كورونا ثم تدعيات الأزم الروسية الأوكرانية مما بات يهدد بالفعل ويعمق من أثار الأزمة الجزاء العالمية يهدد الأمن الجزائي لهذه الدول ومن ثم تهديد الاستقرار السياسي ومن ثم تهديد الأمن القومي لهذه الدول المكونات دي كلها لازم نحطها في اعتبارنا ونقرأ هذه الأرقام ولازم نتفهم إزاي بتتحرك الدول اللي حلها هل الدولة المصرية تحركت بالجدية اللازمة لمواجهة هذه التدعيات أي منصف بيحاول يبص لازم يشوف الكلام اللي قاله دكتور أشرف كمال في مجال الزراعة الكلام اللي المصريين بينسوا على ما يبدو أنك أنت سلسلة لفتتحات القومية الكبيرة اللي الدولة المصرية بتعيشها من 2017 لغاية النهاردة لو ربطناها كلها ببعضها لأ أنت عندك مشروعات صناعية كتير اتفتحت في الدولة المصرية في مختلف القطاعات الصناعية النهاردة الدولة المصرية كمان ابتدت تطرح الشركات في البورصة ومنهم شركتين تابعين لجهاز الخدمة الوطنية المصرية التابعة لوزارة الدفاع لما بتبصي للمعادلة المصرية الإكوشن وهي بتشتغل في المحاور المختلفة دي دولة واضح أن هي عندها تصور يعني حتى فخومة الرئيس التحدث النهاردة وقال إحنا لم نطرح هذه الشركات في البورصة إلا عندما حققت دورها دورها كان إيه؟ التوازن في الأسعار التوازن في دخل إنتاج إلى السوق علشان يحق حد الكفاية للمواطن من هذه المنتجات المختلفة صحيح فالنهاردة أنا لما باجي بوصل هذه الأرقام لازم أحط نفسي وقرأها في ظل التجربة الخاصة بدولتي وتفهم أن دولتي كانت واصلة لمعدلات نمو ومعدلات تنمية تعرضت جيدة جدا قبل فترة كورونا بالضبط تعرضنا كباقي دول العالم لكن إحنا ما زالنا وقفين على رجلينا ما زال عندنا هذا القدر من السبات الوعي المصري لازم يفوق ويتصدى للحملات الممنهجة اللي بتتم على مواقع تواصل الاجتماع اللي بتحاول أن تشوه من هذه التجربة لا بتحاول أن تشوه وتحاول وكأن مصر الوحدة في أزمة الوحدة يعني إحنا بنشوف مثلا كينات كبيرة جدا مثلا حتى زي الولايات المتحدة الأمريكية اللي عليها ديون يعني حتى مش عارفة جدول هذه الديون والتضخم العظيم اللي موجود سواء في أمريكا أو موجود حتى في أوروبا وكنا بنتابع على طول الفيدرالي الأمريكي إزاي بي يتعامل مع التضخم اللي موجود طيب أنا برضو سؤال سريع جدا مصر وهي درة التاج في أفريقيا هل هي ممكن مستقبلا الآن تكون هي سلة الغذاء والأمن الغذائي لأفريقيا لا هي أفريقيا هتكون سلة الغذاء مصر هتكون الوسيط القادر على توفير اللوجستيات اللازمة أنا أقصد من حيث المصانع من حيث الغبرات يعني هو ده اللي تبدأ مصر تعمل فيه مع أفريقيا هو ده اللي احنا بنقوله أن مصر بحكم موقعها الوسط بين أسيا وأوروبا وأفريقيا وبحكم انتماءها الأفريقي يمكن أن تستغل سلة الغذاء الأفريقية أحد الحلول اللي بتطرح منظمة الغذاء العالمي أن بالفعل يتم استنهاد القدرات الأفريقية من أجل تحويلها إلى سلة غذاء للعالم هم خلاص بتادوا يفكروا ما هم فيش حل غير الزراعة كما تفضل دكتور أرشا خيرات الموجودة في أفريقيا وأنا أقدر أستخدم الدولة المصرية وموقعها الاستراتيجية وممرات المائية اللي موجودة فيها عشان يتم النقل من أفريقيا أنها تكون منطقة لوجستيات بالفعل سواء اللوجستيات لتخزين الحبوب سواء تصنيع الدولة المصرية قدرت توقفر بنية التحتية اللي هي تعمله أو النقل لأن الدولة المصرية قدرت تعمل خطوط موصلاته وخطوط طرق قواعد كثيرة جدا طريق قاهرة كيبتاون طريق قاهرة كيبتاون من أهم الطرق اللي الدولة المصرية بتشتغل عليه بقوة بجانب التطوير فيه باقي الطرق والمطارات والموانئ المصرية كل ده بيؤهل الدولة المصرية في المستقبل ودي المؤشرات اللي بيتحدث عنها العديد من التقارير سواء في الإزاق إيقناميس سواء في تقارير بنك الدولي سواء في تقارير صندوق الدولي إن الدولة المصرية ستتبوأ مكاناتها التي تطلق بها إنما العالم كله الآن في أزمة من يتحدث ينبغي عليه أن يضع هذا في الاعتبار ويدور هي دولته بتشتغل على حلول لهذه الأزمات ولا لا ولا هي دولته وقفة وبتتفرج لو دولته وقفة وبتتفرج ومنتظر المساعدات ما كانش بالزبط يقلق إنما دولة استطاعت أن توفر كل هذه درجات الأمان للتعامل مع الأزمات منذ 2019 لغاية النهاردة وقف على رجليها النهاردة ورئيسها ووزير تموينها بيقولوا الطمينة يا مصريين إحنا لدينا من السلع الاستراتيجية من السروة الدجينة ومن السروة الحيوانية التي تستطيع أن تؤمن احتاجات الدولة المصريية لمدة 6 شهور طيب وهنا أنا اسمح لي عشان الوقت وما تبقى يعني عايزة في إجابات سريعة جدا سيد الرئيس اليوم وجه رسائل طمأنة لجميع المصريين وهذه الرسائل دائما حريص سيد الرئيس على أنه يوجهها خاصة عندما يكون هناك عدد من الافتتاحات الخاصة اللي فيها صناعات أو إنتاج مصري هذه رسائل الطمأنة كيف تراها؟ الرسالة الأولى يمكن سيد الرئيس تحدث عن بأنه ما تقوم به مصري اليوم وربما لا نرى الآن ولكننا سنرى في عدد من السنوات علشان الإنتاج يعني من يتفهم التجربة المصرية سيستطيع أن يتفهم الرسائل التي وجهها فخمة الرئيس النهارة ورسائل كانت في مساحات مختلفة وفي نطاقات متعددة لكن في المساحة دي بالتحديد فخمة الرئيس أشار إلى أن لازم نكون متطمينين ولازم نكون واسقين ولازم نكون عندنا السبات ولازم يكون عندنا اليقين أنه إحنا تعبنا أنه إحنا استحملنا أنه إحنا بنعاني زي ما بيعاني العالم كله أنه إحنا لا تستجيبوا لدعوات الإصارة والإحباط اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي خلي عندكم العقل خلي عندنا العقل نقارن أرقامنا بأرقام الدول التانية نشوف معدلات النمو عندنا نشوف الدولة بتتحمل قد إيه في دعم حاجات يعني كان من المفترض أن تتخلى أو ترفع يدها عن الدعم فيها لكن الدولة استمرت في هذا الدعم مراعاة استمرت في الإصلاح وأيضا فيها مراعاة لزروف العالم ومراعاة لمتغيرات مهمة في هيكل الاقتصاد المصري أدت إلى ارتفاع الأسعار وأدت إلى تراجع قيمة الجنيه في مقابل الدولار معادلة غريبة جدا مرت بها الدولة مصرية ولكن الدولة سابتة ومن هنا الدولة سابتة رئيسها بيقدم الأمن والأمان وبيقول للمصريين تطمنوا داخلين على شهر مفترج عندنا السلع متى تكلبوش على الشراء بلا مبرر كل حاجة متوفرة في الأسواق حرس أنه يتحدث مع وزير التموين على الهواء وقال له المصريين مشراضين بس وجه رسالة للمصريين أنه لازم يكون عندكم الوعي كمان وانتوا بتتعاملوا مع الشراء حتى تجاه الأسعار التجار اللي هم عندهم نوع من الجشع أن الناس تنفض عنهم بالزبط طيب برضو آخر حاجة يعني يمكن الرئيس كان حريص عليها النهاردة رغم أنه يعني يمكن ما كانش موجود في هذه الجولة ولكن هو حرص السيد الرئيس لما يسمعه هنا وهناك وهي كلمة عن الأشقاء العرب بأنه يعني يرى بأنه مصر لازم تكون دايما واخد بالها من الأشقاء ولا يعني ينزلق الناس إلى مهاترات هنا وهناك يعني قد يعني يعني تسيء لبعض الأشقاء العرب طيب هي كانت فرصة جيدة جدا النهاردة زي ما حضرتك التفضلتي وأشارتي فخامة رئيس عفتاح السيسي قارئ جيد ومتابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي أكيد وصلت له رسائل اللي تحدثنا عنها من عدم لطمئنان الشك القلق الإحباط أكيد وصلت له الكلام سواء من أعضاءنا في البرلمان المصري نوابنا المحترمين أو على مواقع التواصل الاجتماعي والسخرية من دور وزير التموين والتقليل من المجهود اللي بيعمله ويمكن استقبل فخامة رئيس قفات في الحوار وفي هذه المساحة لكن كانت الرسالة الأهم الحقيقة اللي بتقول أن فخامة رئيس متابعة جيد جدا إحنا بتربطنا بالأشقاء العرب بعلاقات تاريخية إنما بتربطنا بالأشقاء العرب مصالح استراتيجية تولدت مع الجمهورية الجديدة وده اللي المهم للمصريين لازم يفهموه ولازم يتعاملوا معه بحكمة يتفهموا أن هذا التنظيم اللي تحكم في وعي المصريين على مدى 100 سنة ما كانش المصريين بس كان موجود فيه باقي الدول العربية إنه هم مش من مصلحته لما بيلاقي نوع من أنواع النقاء في العلاقات بين الشعوب إنها تستمر خلي بالحضر فخامة رئيس في هذا الإطار أشار إلى إنه هو الدولة المصرية دولة لم تخطئ في حق أي دولة شقيقة بل كان يقينه إنه هو في لحظة من اللحظات ستنفرج هذه الأزمات مش ممكن وأنا بعمل وبشتغل على الأرض علشان أعيد تانية الفعالية لمنظومة الدول العربية إنه يبتدي أهل الشر يشتغلوا في مساحة مختلفة لتمزيق علاقات طبعا فخامة رئيس لخزها في لحظة من اللحظات وأشار إلى إنه هي مسافة السكة فاركة كعب صحيح إحنا اللي بيجمعنا مصالح استراتيجية بيجمعنا توجهات فكرية لمحاربة التطرف والتنظيمات الإرهابية التطرف الأول بعدين التنظيمات الإرهابية بيجمعنا تحديات مشتركة لمواجهة أزمات الأمة العربية على رأسها القضايا الفلسطينية بيجمعنا التحديات مشتركة للانفتاح الثقافي والفكري للدول العربية بتنهجه ومصر يمكن أن تقدم نموذجا وباقي الدول العربية الكبيرة في هذا الإطار لكن خلينا على يقين أن مصر تعلي برضو من المبادئ الأخلاقية أن مصر لا تتطاول على دولة عربية شقيقة أن مصر لا تهدف أبدا أنها يحدث بين هذا الانشقاق وبين الدول العربية في توقيت العالم كله يعاني من كوارث ليس من مصلحة أي دولة عربية أن هذا الانشقاق يحدث ومن ثم كانت مطالبة فخمة الرئيس للمتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يكونوا حرصين طالما لا تملك المعلومة الكاملة ولا تملك الصورة الكاملة فلا تدخل مصر في محطرات لا ينبغي أن تدخل مصر في مصر هذه المطبات التي تسيء إلى علاقتها ومكانتها عنوان أخير حضرتك تضع لهذه الجولة التي قام بها سيد الرئيس اليوم مصر التنمية والعمران مصر الأمان قادمة خليكوا وسخيني مصرين ومتأكدين من ده اللي تعبنا فيه طول السنين اللي فاتوا في التجربة المصرية ما نضيعوش هذه الدولة مضت مساحات كبيرة جدا في التنمية والعمران لا ينبغي أن نهدرها سواء فيما يتعلق بمهاطرات على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الإقليمي أكيد مصر التنمية والعمران باقية وستظل هذه هو العنوان الأخير من الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية مشكرك شكرا جزيلا شكرا نفان نورتني وشرفتني في التاسعة عايزة أقول لحضراتكم زي ما تحدثنا بالفعل هنا في التاسعة من البداية يبدو أنه كل ما بيكون فيه أزمات في العالم بيكون دايما عندك مليار رأي وبيكون عندك أراء مع وأراء ضد بس أحيانا للأراء الضد بتعمل نوع من أنواع التشويش طب إزاي نقدر نحلها ده هحاول أكون معاكم فيه من خلال طريقة للتعبير عن حاجات كتير مختلفة عن علاقات عن أراء عن أشياء وده في كتاب الكتاب كان موجود في معرض الكتاب قدمه الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن هعرف من خلاله ما هي مدينة المليار رأيش مدينة مليار رأيش لا إحنا عاوتيين مدينة بس فيها شوية أراء نحلها وتكون سهلة علينا فاصل قصير وأستقبل ضيفي في التاسع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة